طيب خلينا نتكلم عن رأيكو بشكل عام في أداء منتخابنا الوطني النهاردة بشكل عام هي النتيجة مقبولة كنتيجة يعني وحظنا حلوة كمان أن لسه مباراة سيرليون وبركينا انتهت بالتعادل 2-2 2-0 لبركينا ثم عودة ريمونتادة كبيرة لسيرليون فحتى لما نستعرض ترتيب المجموعة هتلاقي موقف مصر بأكواس جدا احنا نعتبر بصراحة أسهل مجموعة في التصفيات هي ومجموعة المغرب بس مجموعة مصر هي الأسهل لو جبنا الجدوى اللي هو قدامنا كده مصر دلوقتي بعد أربع جوالات مصر الأول في الصدارة 3 فوز وتعادل وبلا أي هزيمة 10 نقاط تحتك غنية بساوي أرلية كانت اللي بتلعبك النهاردة 6 نقاط بعد كده بوركينا اللي تعادلت بقت 5 نقاط سيرليون بقت 5 وأسيوبيا 3 وجيوبوتي نقطة ما حصلتش حاجة يعني كل واحد زاد نقطة كل واحد زاد فلاق بس انت برضو بتلعب برما لعبك صحيح ميزة كابتن إسلام انت مثلا وقفت بوركينا غنية بيساوي كمان في المباراة اللي فاتت تتعادلت مكسبيتش محدش استغلت عصر مصر يعني احنا خدنا 4 نقطة بوركينا خدت نقطة في المطشين دول خدت نقطة غنية بيساوي في المطشين دول خدت نقطتين فبرضو متيسرها فانت عندك كمان ما تشوف جدول المطشات اللي جاي لمنتخب مصري يعني فرص صعود مصري دلوقتي انت دلوقتي فرق 4 نقطة عن غنية وفرق 5 نقطة عن بوركينا اللي هم أقوى فريتين في المجموعة مصر عندها المطش الجاي مع أسيوبيا يوم 17-3 السنة الجاي في مارس اللي جاي أسيوبيا طبعا بتلعب فيه؟ بتلعب برما لعبها بتلعب في المغرب أسيوبيا وبعد كده عندنا سيرليون وأسيوبيا في مصر تاني فانت عندك 3 مطشات وراء بعض ان شاء الله لو قدرت تكسب أسيوبيا وسيرليون وأسيوبيا قبل ما تروح تقابل بوركينا أعتقد أن أنت تبقى حسامة الصدارة كنا نتمنى أكيد نكسب النهاردة لو كان الفوز النهاردة كنت زمانتك قطعت تسكرة المونديال تسكرة التأشيرة أو تسكرة الطيارة انت هيبقى كنت هتبقى 12 وغنية بيساو 6 يبقى الفرق 6 نقاط غنية بيساو كنت هتبقى 5 وغنية بيساو كنت هتبقى 5 يبقى 5 يبقى فرق 7 نقاط فانت كان زمانتك خلاص يعني تعتبر دمانتك الصعود ترجمة نانسي قنقر